بالنسبة لليوم الدراسي سيكون على فترتين للمرحلة المتوسطة والثانوية سيبدأ من الساعة السابعة صباحا إلى انتهاء الجدول الدراسي وبالنسبة للمرحلة الابتدائية سيكون بدءه من الساعة الثالثة عصرا الهدف حقيقةً من بدء اليوم بالدراسي المرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرا هو تمكين الأسر وأولياء الأمور من متابعة أبنائهم ومساعدتهم ودعمهم في عملية التعلم عن بعد لا سيما في المرحلة العمرية المبكرة وأيضا سيساهم هذا في تخفيف العباء الاقتصادية على الأسر في تأمين الأجهزة لأبنائهم إذا كان لديهم أبناء يدرسون في مراحل أخرى وأيضا ليتم تخفيف الضغط على شبكة الإنترنت حيث كما تعلمون عدد طلاب المملكة تجاوز 6 ملايين طالب وطالبة ويوجد لدينا أيضا أكثر من 520 ألف معلم ومعلمة فدخولهم في وقت واحد قد يسبب ضغط على شبكة الإنترنت وزارة التعليم قامت بتجهيز منصة مدرستي للتعلم الإلكتروني هذه المنصة توفر أدوات خاصة لجميع المدارس يمكن أيضا المدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من هذه المنصة إضافة إلى أن المدارس الأهلية والعالمية قد يتاح لهم توفير أدواتهم الخاصة كما يرون عن بعد سيكون بالتأكيد هناك تقييمات مستمرة داخل منصة مدرستي أو اختبارات حضورية للطلاب في المدرسة تحددها كل مدرسة لطلابها مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية بالتأكيد سيتم الإعلان عنها بوقت كافي ليتسنى للطلاب الحضور سيكون أيضا هناك بنك أسئلة أو منصة اختبارات تحتوي على 100 ألف سؤال يمكن للطلاب الاستفادة منها إضافة لمنصة مدرستي توفر أيضا وزارة التعليم قنوات عين الفضائية هذه القنوات تبث على فترات متكررة طوال اليوم لتقوم بتغطية كافة الظروف للطلاب وجميع المراحل الدراسية ستخص هذه القنوات قناة لكل صف دراسي بالإضافة لما سيتم أرشفته بهذه القنوات ترجمة نانسي قنقر